السلام عليكم اهلا بكم محبي مسلسل لقيت روحي الحلقة ستي تبدأ احداث الحلقة ملخصة ام احمد بترجع من السوق بتسأل اريام على بندر وبتقلة ما بعرف وين بتتصل عليه اريام وبتحكي مع ام احمد ام احمد بتحكي مع اريام كيف ما بتعرفه وين زوجي ولازم تحكي معه باحترام وتصيري منيحة معه وبتقلة اريام ان شاء الله انمار بتحكي لدلال وبتقلة احمد ما عم يطلع من راسي بتقلة دلال وجاسم بتقلة جاسم عم اتعامل معه مشان بس يصورني اريام بتروح لعند احمد مشان تحكي معه وبتقله انا ما بدي بندر وبيصير يهديها احمد وبيقول لها ما بيصير تحكي هيك مع زوجيك وبيصير يفهمها هو ام احمد بندر بيرجع عالبيت وبيطلب من خالته تروح معه على بيت اهله مشان تونس ام بدر لانهار حاله بالبيت بندر بيحكي مع اريام مشان ياخد ياخدها على بيت اهله بس اريام ترفض وبتقول له ما بدي بدي ضل بالبيت وبتصير يتخانقه دلال قاعد الى واحدة وبتفكر بكلام انمار بندر بيوصل ام احمد عالبيت ام بدر وبتسأل ام بدر على اريام وبتقول له تعباني وظلت بالبيت احمد بيسأل اريام انت ليش مانك مرتاحة مع بندر بتقول له تصرفاته كتير بتدايقني بيقول له احمد فكري كويس بندر رجال كويس ولا تخسري اريام تتصل على انمار وبتطلب منها تروح لعندها على البيت لانها لحالة بالبيت وبتروح لعندها بندر بيحكي مع امه بيقول له اريام ما عم تفهم فيني ما عم بتهتم فيني اشو ما طلبت منها ما بترد علي ام احمد بتقول له خلينا نطلع لفوق ونحكي كل شيء انمار بتصل على بيت اريام بيفتح للباب احمد وبتسلم عليه وبتجي اريام بتقول له احمد بيجنن زوجوني اياه ليلا وبدر بيرجعوا من السفر احمد بيشتغل على الغقانة وبيبلي يسجل بالستيديو ليلا ليال بتجيب هديي لاريام وبتقول له انا كتير متضايقة بتقول له ليال اشو صاير معيك بتخاقة مع بندر بتقول له بندر رجع للشغلات القديمة وتنتهي الحلقة الى هنا وصلنا الى نهاية الفيديو اذا اعجبك الفيديو اشترك معنا في القناة وفعل زر الجرس لكي يصلك كل ما هناك جديد والان ندعكم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته